حياكم الله يا جماعة بعد ما قمنا نفتح حساب في منصة بايننس ومن ثم قمنا بترثيقه والآن جينا للخطوة المهمة واللي هي كيف ممكن نحمي حسابي فإحنا بهذا الدرس هنتعلم شنه يعني 2FA وشنه هاي الخاصية وكيف ممكن نفعلها وأيضا هنتكلم عن تطبيق بايننس اتنتيكيرترز ومن ثم نقوم بتفعيله وربطه مع حسابنا في منصة بايننس فطبعا ليش بهم انه تحمي حسابك فانت حتى كنت متداول جدا قوي وكنت موفق حسابك ولكن في شخص تمكن من انه يحصل على معلوماتك الخاصة في هاي الحساب فممكن ان ياخد كل اموالك فانت لازم قبل ما تبدأ اي عملية تداول تكون حامي حسابك بشكل جيد ومن ثم تبدأ بالإيداع ومن ثم تبدأ بالتداول بعدها طبعا هذا الشي كيف ممكن نتم وهو عن طريق خاصية 2FA شو يعني 2FA؟ 2FA يعني هي المصادقة الثنائية يعني مصادقة ذات عاملين وخلينا اوسطها لكم بالعادة لما تفوت على اي موقع فانت تكتب ايميلك ومن ثم تحط الباسورد ومن بعدها ممكن يوصل لك كود هذا الكود تدخله في خانة معينة ومن بعدها تفتح حسابك ولكن مثل ما قلنا لو فيش شخص تمكن من انه ياخذ ايميلك او كان التلفون بايده فممكن هذا الكود يكون يمه ومن بعدها ممكن ان يدخل الى حسابك لهذا السبب مهم ان يكون فيه عندك مكان ثاني يوصل لك كود معين ومن ثم ممكن ان تدخل لهذا الحساب فحاليا خلينا نشوف كيف ممكن ناخد هذا الكود الثاني فانت فيه عندك طريقتين اول شي ممكن ان تحصل على هذا الكود عن طريق تطبيق باينس اتنتيكيترز او ممكن عن طريق جوجل فحنا بهذا الفيديو هنطبق هذا الشي بشكل عملي وخلينا نشوف الان كيف ممكن ان نفعل خاصية 2FA فخلينا نضيع وقت ونبدأ بالتطبيق العملي وحاليا خلينا نفعل الحماية 2FA بشكل عملي فا اول شي تتواجهون عليه تفتحون تطبيق بايننس ومن ثم الايقون الموجودة على اليمين تضغط عليها ومن بعدها حتشوف مكتوب هنا حماية تطلع لك هاي الواجهة هاي الواجهة هنا ممكن تفعل 2FA هي المصادقة الثنائية طبعا حاليا نفعل رسائل في حالك مثلا قمت بالدخول الى حسابي فحتوصل كود الى الرقم التليفون الموجود عندي هذا الكود المفروض من عندي ان اقوم بنسخة وبعدين اقوم باضافة عند اي عملية دخول الحساب وحاليا خلينا نضيف المصادقة الثانية فخلينا نلقطع هاي الايقونة المكتوب من عندها وهنا المطلوب من عندك انك فعل هاي الخانة وبعد ما فعلتها توجهون الى هاي الشاشة وبهاي الشاشة يبين لك شو المصادقة اللى انت ناوي اضيفها الى حسابك فاحنا همضيف مصادقة بايننس ثم الوحدة يوجهك الى التطبيق حتى تقوم بتنزيله فانا حاليا قمت بتنزيله فاتغط على open ومن بعدها اتوجه الى هاي الشاشة هنا اضغط على كلمة next بعدها وايضا اكمل بعدين ابدأ طبعا هنا يطلب من عندك انك تدخل المفتاح فهذا المفتاح انت مين تجيبه فهنا انت تتوجه الى منصة minus وبن بعدها تضغط على كلمة robot وهنا تخطي هنا يطلع لك هذا الكود هذا الكود احفظه بمكان معين يبقى بعندك لان ممكن تحتاجه بعديا فهنا نضغط على نسخ ومن بعد تتوجه للتطبيق وهنا توجه الى نسخ الكود بشكل يدوي لان احنا نسخناه بشكل يدوي فعلى الخير الثاني ومن بعدها هنا تنسخه وهنا يطلب من عندك قولك حط الاسم انت شن ناوي الصميف فاحنا مثلا نقول ومن بعدها continue هنا البرنامج حيقوم بارسال الكود هذا الكود حيتجدب كل ثلاثين ثانيا فانت هنا تتوجه ايضا الى تطبيق حتى نربط البرنامجين مع بعض اضغط على ربط وهنا حتى يتم عميق الربط النجاح حيقوم بارسال الكود الى رقم التليفون او الايميل اللي سجلنا به وايضا هناخد الكود الموجود بهذاك التطبيق تطبيق بايننس الاثنتي كيرترز اللي احنا حيقوم متولد كل ثلاثين ثانيا في البداية خليه يرسل الكود الى تليفوني وهنا بعدها نفتح التطبيق ونقوم بنسخ هذا الكود ونضيفه ونبعدها ارسال احنا هنا حاليا ربطنا الحساب الموجود عندنا مع تطبيق بايننس اثنتي كيرترز وهنا حيكون حسابنا فعلا محمي محمي بطريقتين عن طريق اقم الهاتف اللي يوصلك عليه الكود وايضا عن طريق بايننس اثنتي كيرترز فخلينا نتأكد انه هو حاليا تفعل ممكنه نشوف نعم اللي بداي كان عندي فقط واحد متفعل هنا في عندي تشوفون خانتين متفعلة عندي طبعا اذا يجب بالك الكود يقول لك انك لازم تحفظه لما نزلنا تطبيق بايننس اثنتي كيرترز هذا بشونه يفيدك في حال انك فقط تليفونك او في مشكلة معينة واجهتك فهذا الكود ممكن تنزل التطبيق بأي تليفون ونبعد تدخل نفس الكود ونبعدها ممكن انك تفوت على حسابك بكل سهولة اتمنى كان هذا الفيديو مفيد لكم كان وياكم ويد النقيب تحياتي لكم ترجمة نانسي قنقر